السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوم عن سبيلك قدعم شهدنا يقينا أن علمك واسع فأنت ترى ما في القلوب وتعلم إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق رفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم إلهي إلهي فجد وصفح وأصلح قلوبنا أنت الذي تولي الجميل وتكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صل يا رب على النبي محمد صل يا رب عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم وعنكم وعن سائر المؤمنين المسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وبيض وجهنا ونور بصائرنا اللهم إنا نسألك صلاح قلوبنا اللهم إنا نسألك نور بصائرنا اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وصلاح قلوبنا وصلاح بيوتنا اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله الكريم المنان يا كريم يا منان من علينا أكرمنا يا من تقول لشيء كن فيكون حول حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم عافنا في ديننا وذنيانا وأهلينا اللهم واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وبلغنا ما يرضيك آمالنا اللهم احفظ مصر وأهلها احفظ رجالها ونساءها واحفظ سائر بلاد المسلمين وانصر يا رب المستضعفين في مشارق الأرض ومغالبها اللهم ارفع راية الإسلام وارفع كلمة الإسلام اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم إنا ندعوك أن ترحم والدنا وجميع المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم حول قبورهم عليهم روضة من رياض الجنة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ قناتنا اللهم بارك لنا فيها وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه أخوتي أحبتي في الله اعلموا أرشدني الله وإياكم أن سعادة الأسر مبنية على منهج النبوة ومنهج النبوة ومنهج النبيين أجمعين فنحن مع أسرة قرآنية تربوية نعيش في القيم الأسرية التربوية التي تجلب للأسرة قوتها وسعادتها مع القيم الأسرية التربوية من خلال قصة خليل الرحمن إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء وقدوة العالمين عشنا مع خليل الرحمن في قيم أسرية تربوية ونحن اليوم نعيش مع قيمة من قيم الأسرة قيمة تجلب محبة الرحمن قيمة تجلب الخير والفضل والجودة والإحسان من المنان قيمة هي اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله عز وجل إنها قيمة الكرم في الأسرة المسلمة قيمة الكرم في الأسرة المسلمة والكرم هو البذل والعطاء والسخاء وهو صفة من صفات الرحمن الله عز وجل من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال ربنا عز وجل فأما الإنسان إذا مبت له ربه فأكرمه فأكرمه فهي صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة من صفات النبيين وهي صفة من صفات الصالحين وهي صفة من صفات المقربين المتقين فالأسرة التي تحرص على رضا ربها وتحرص على جلب الخير لها ولأبنائها هي صفة من صفات الرحمن هي صفة الكرم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البيهقي في الشعب من حديث سهل ابن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأمور ويبغض سفسافها إن الله كريم يحب الكرم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث سلمان الفرسي قال إن الله حيي كريم إن الله حيي كريم وصفة الكرم هي صفة لازمة من صفات الله عز وجل وهي صفة لازمة من صفات النبيين وهي صفة نبي الله وخليله وخليله إبراهيم صفة الكرم التي رأيناها في ثنايا حياة إبراهيم ومعاملاته مع أهله مع ضيفانه مع جيرانه نرى هذه الصفة سائدة وكثير من البيوت المسلمة تحتاج إلى هذه الصفة تحتاجها لأن الله يحبها ولأنها صفة تستجلب رضا الرب ورزق الله لأن الله يرسل ملكاً في صباح كل يوم ينادي ويقول اللهم أعطي منفقاً خلفاً وأعطي ممسكاً تالفاً إبراهيم خليل الرحمن هو أول من ضيف الضيفان أول من ضيف الضيفان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى أهل وسلم إبراهيم خليل الرحمن قال عنه الحافظ ابن حجر وابن القيم والإمام الغزالي قال كان إبراهيم أول من ضيف الضيفة وما كان يتغدى إلا ومعه ضيف وقال كالمناوي في فيض القدير قال كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يأكل إلا مع ضيف وربما يمشي الميل والميلين ليأتي بالضيف ليأكل معه ومن حسن نيته كان بيته مفتوح وقيل هو أول من عمل دار الضيافة أول من أنشأ دار للضيافة هو إبراهيم الخليل كان بيته دارا للضيافة وقال أهل العلم قال الحافظ ابن الكثير كان لإبراهيم دار للضيافة لها بابان وفيها كسوة الصيف والشتاء وفيها مائدة منصوبة عليها أصناف الطعام كان الرجل إذا دخل دار الضيافة يأكل مما أراد وإذا احتاج كسوة اكتسى ثم يخرج من الباب الآخر بيوت عامرة كما أن القلوب عامرة بيوت فيها الرجل والمرأة على قلب رجل واحد هل رأيت أو سمعت كرما ككرم إبراهيم تعالى نعيش معه في قصته وسيرته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما جاءه الضيفان ماذا قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون في هذه الخصة بيان واضح ودليل صريح واضح على كرم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيوت المسلم بيوت عامرة تحب الضيف وتفرح به لأنها تعلم أن الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة أما البخيل فإنه بعيد عن الله بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار بعيد من الناس أما السخي الكريم فإنه قريب من الله قريب من الجنة بعيد عن النار قريب من الناس محبب إلى قلوب العباد والله يحبه إن الله كريم يحب الكرم ويحب أن يتصف عباده بهذه الصفة التي وصف الله بها نفسه أخوتي أحبتي في الله من خلال قصة إبراهيم لو عشنا معها كما قال ابن القيم فيها من الدلائل التي تدل على كرم الخليل إبراهيم ما فيها وهل أتاك حديث ضيفه هل أتاك حديث ضيفه إبراهيم المكرمين فإنهم وصفهم ربنا بأنهم مكرمون من الذي أكرمهم إبراهيم لأنه كريم هل أتاك حديث ضيفه إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه دخلوا بغير استئذان لأن بيته كان مفتوحا للضيفان وهذا فيه بيان لعظم كرمه لا يغلق بابه لا يغلق له باب كريم مفتوح وهل يجوز الدخول بغير استئذان نعم كانت العرب تعرف إذا كان الباب مفتوحا فهذه دعوة للدخول بغير استئذان أما في زماننا لا يصلح لفساد أخلاق وأحوال الناس أنت بتبعى آفل وهو بيفتح الباب ويدقل للأسف الشديد هل أتاك حديث ضيفه إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون سلام بالرفع أي أنه ابتداء مبتدأ مرفوع وهذا الابتداء بالرفع يفيد الدوام والاستمرار والثبوت والاستقرار أي سلام دائم عليكم يا أيها الضيف أنا أسلم عليكم أما سلام أي أسلم سلام فهي منصوبة أما سلام بالرفع وهو مبتدأ سلام كلام جديد يبتدأ به الكلام فيه ذلك فراغ إلى أهله راغ أي انسل بخفية وخفاء وهذا من كرمه لم يبين لهم أنه ذهب ليحضر لهم الطعام وهذا من كرمه أما الآن فإنه يأتي إليك الضيف فيتغير وجهك وينقلب حالك أما الكريم يبش في وجهه ويرحب به وبمجيئه هذا إبراهيم الخليل يبش في وجوه ضيفه سلام عليكم سلام وفي الآية الأخرى في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلام قال سلام سلام سلم عليهم ورحب بهم في آية سورة هود فما لبثا وفي آية سورة الذرياد فخرج فراغ إلى أهله راغ في خفية لم يبين ما قالش تاكلوا تشربوا تاكلوا حفاكها ولا تاكلوا إيه كما فعل أبو الهيثم ابن التيهان لما زاره النبي وأبو بكر وعمر وأبو هلية وأبو هريرة ماذا فعل ساحب المدية وانسل ليذبح لكن ابدأ من الأول من البداية من البداية لما رآه أبو الهيثم ابن التيهان قال مرحبا وهلا برسول الله ما أحد أكرم مني ضيفا اليوم وهذا أيضا إبراهيم الخليل يبش في وجوه الضفان ثلاثة لا يعرفهم منكرون لا يعرفهم ليسوا من أهل بلده ولا هم من أهل ملته ولا أشكالهم تشبه أشكال هذا الزمان في منتهى الغراب ورغم هذا يرحبهم ثم راغا وهذا من كرمه لم يؤذي مشاعر الضيف ولا يقول إيش نحضر إيه نجهز إيه أبدا فراغا إلى أهله ثم ما لبث أن جاء بعجل حنيف وفي الآية الأخرى فراغا إلى أهله فجاء بعجل سمين هنا يدل على الكرم كأن إبراهيم مهيأ للضيفان من كرمه كل شيء جاهز في في الآيتين قال فراغا إلى ألي فجاء بالفاء التي تريد الترتيب مع التعقيب ما فيش تراخي فراغا ثم جاء لا فراغا فجاء من الكرم جاهز بسرعة وذبح وجهز ومش كده بس جاء بعجل سمين والعجل هو ابن البقرة الصغير وهو أحلى أنواع اللحم وأطيب أنواع اللحم جاء به إلى الضيفان فجاء بعجل سمين ومن كرمه أنه لم يأتي ببعض لا بفخذ ولا بصدر ولا بشيء إنما جاء بالعجل كامل مش خروف ولا جدي وإنما جاء بعجل أي كرم هذا وهم ثلاثة على قول جمهور المفسرين ثلاثة يأتي لهم بعجل مش كده بس فراغا إلى ألي فجاء السرعة لأنه يعلم أن الضيف ما جاء إلا وهو جاء وما جاء إلا من مكان بعيد ما عرض عليه ماذا تأكل تشرب أو تأكل تشرب شاي ولا تنم خفيف تأكل ولا تنم خفيف ولا ما أدري إيش أبدا بسرعة جهز الطعام رابعا أو خامسا أو سادسا سميه كما تسمي عجل سمين ثم في آية سورة هود عجل حانير قال أهل العلم مشوي على الرضف رضف الحجارة كمان يعني الفرن جاهز والحجارة جاهزة ذبح وسلخ وشوى وجاء به ينزل منه الدهن لأنه عجل سمين وهو أحب أنواع الطعام ما أكرمك يا إبراهيم كيف لا يكون كريم لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة يا رسول الله من أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كرم من كرم من كرم من كرم أصل الكرم إبراهيم يأتي بعدل كامل ليس بجزء منه وهذا من باب الكرم ثم عجل سمين أو حنيذ وهو أحب أنواع اللحم إلى الضيف ثم قال ربنا فقربه إليهم هذه كمان من الكرم أن يكون صاحب البيت اللي هو المضيف هو الذي يقوم على خدمة الضيف كم من الممكن يجلس معهم ويقول يا فلان وعنده خدم عنده حشم عنده أتباع وتلاميذ ينادي عليهم أن هيئوا الطعام لكن هو الذي هيئه بنفسه وهذا من أفضل وأعلى مراتب الكرم وأن يأتي هو بنفسه بالطعام وفي الآية الأخرى في سورة هود ومرأته قائمة هنا أيضا من معالم الأسرة إذا كان الرجل كريمة كانت المرأة أيضا كريمة وساعدته على الكرم وهذا من توفيق الله للعبد أن تكون زوجته على نفس درجته اسمع ومرأته قائمة على خدمتهم وإبراهيم هو الذي يحمل إليهم الطعام ليطعمهم الله أكبر وهو الذي وأيضا من علامات القاءة الكرم فقربه إليهم ما قال لهم قوموا إلى الطعام من إكرامه لهم أنه حمل الطعام إليهم لا تقوم وإنت لما يجيلك ضيف عزيز غالي أنت اللي بتقرب له الأكل وانت اللي بتقدم له الأكل وانت اللي بتوصله له لغاية عنده إنما من بعض الملامح لو قلت له تعالى إلى هنا لكن ممكن في زماننا يكون هذا أفضل لأنك تهيئ مائدة عليها من أصناف الطعام لكن في الزمن الأول كان صنف واحد خبز ولحم فبتشيله في مكان واحد أما الآن أصناف وأشكال يصعب عليك أن تقربه ولكن إبراهيم من كرمه لهم أنه حمل أليهم فقربه إليهم من كرمه أنه أيضا لم يكن لهم كلوا بالأمر ولكنه من أدبه وحسن معاملته لضيفه وفرحه بمجيئهم قال ألا تأكلون ألا تأكلون كلوا فيها أمر فيها كأنك بتمن علي إنما ألا تأكل ألا تشرفوني فتأكلون ألا تسعدوني فتأكلون فمن علامات الكرم في الأسرة أن يكون البيت مهيئا لاستقبال الضيف في أي وقت من الأوقات بيت عامر بيت مليء وطبعا طبعا المرأة الصالحة المرأة التي ترفع زوجها وتعلي شأنه بيتها عامر إن سألها أعندك كذا موجود أعندك كذا موجود أعندك كذا موجود طب هيئي لنا طعم حالا وتقوم بخدمته وتنفيذ أمره على أحسن وجه يكون يا سلام وأنا لو ضربت لكم أحوال البيوت في الكرم في هذه القيمة العظيمة من بيت أبي بكر أو بيت طلحة ابن عبيد الله أو بيت جابر ابن عبد الله في قصص كثير أو في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترى قيمة هذا المعلم من معالم الأسرة أو من قيم الأسرة المسلمة وهي قيمة الكرم يا سلام أهل بيت أسخياء كرماء هم أهل بيت سعداء أطقياء هم أهل بيت مقربون لرب الأرض والسماء وقلت إن الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها هي التي تعين زوجها جابر ابن عبد الله في حفر الخندق لما ذهب إلى مرأته وقال لها إني أرى في وجه رسول الله الجوع هل عندك من طعام قالت عندي حفنة من شعير أو من دقيق فقام فذبح شاتا ثم قام معها فهيأها وعجنت وجهزت وهيأت ثم ذهب ليدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى رسول الله يا بلال نادي في الناس أن جابرا قد صنع طعاما فهلم ألف أربعمائة واحد في يوم الخندق ويذهب جابر إلى مرأته ويقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الجيش نعمل إيه ده هي حتة جدي أو معزة صغيرة وشوية عجين حفنة من طعام هتعمل إيه مع ألف رجل فذهب إليها كأنه خائف مضطرب كأنه يخشى من رد فعلها اسمع إلى المرأة الصالحة تقول لزوجها جابر بن عبد الله رسول الله أعلم ما تقلاش رسول الله أعلم فيأمر النبي جابر أن يأتي بطعام ومعه اللحم ويقول لبلال ادعوا عشرة فيأكلون ثم يخرجون ادعوا عشرة فيأكلون حتى أكلوا جميعا وبقي الأكل كما هو أوزاد عن حاله هي بركة الكريم وبركة النبي الأمين وبركة دعوة رسول الله لجابر بن عبد الله اسمع يقول في قصة سيدنا إبراهيم يقول ابن القيم ومن كرمه أنه ما قال لهم كله بل قال لهم ألا تأكلون يعني ألا تمنوا علي بأن تأكلوا وهو قائم يخدمهم ومرأته معه وما تعجبت المرأة تذبع عجل لثلاثة وتشولهم عجل لثلاثة أنت إيه ما بتفكرش في أولادك ما بتشك أبدا ولا شيء هذا هي هذه هي المرأة الصالحة المرأة التي تعرف أولا الطاعة والأدب مع زوجها ثانيا الرضا الرضا بقسم الله عز وجل والفرح بالضيف ألم يقل ربنا عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفوسهم ولو كان بهم خصاص للعلم صفة الكرم صفة أصيلة في العرب وهي صفة إنسانية لكن الإسلام هذبها ونماها وقواها ودعمها وبشر أهلها بالخير في الدنيا قبل الآخرة لكن صفة الكرم صفة أصيلة وأنتم تعلمون جميعا أن حاتم الطائ مضرب المثل في الكرم إذا ذكر الكرم ذكر حاتم وعبد الله بن الجدعان وغيره كثير جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان يسقي الحجيد ويطعم الحجيد الحجيد حجاج البيت يسقيهم ويطعمهم لأنها صفة أصيلة في العرب والعربي الأصيل كريم والمسلم كريم وليس بلئيم أبدا وصفة الكرم كما قلت صفة تستجلب رضا الله ورحمة الله والرزق والخير العظيم من الله عز وجل ثم يقول ربنا عز وجل من كرم سيدنا إبراهيم أنه قال لهم ألا تأكلون فأوجس في نفسه خفة لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم إيهده لأن معنى أنك تقدم طعام للضيف والضيف يأبى أن يأكل يبقى فيه حاجة يبقى نويلك شر أو أنه خايف منك لتكون عمله حاجة في الأكل هتسمه عمله سحرة عمله حاجة بعض الناس بيظن هذا أو أنه بينوي لك شر ليه لأنه لو أكلت معاه يبقى أكلت عيشه ملح لا يمكن يغذر أو يخون فمعنى أنه مرضيش يأكل معناها أنه يضمر شرا فأوجس في نفسه ومن كرمه أنه لم يبين لهم وإنما أوجس في نفسه لكنهم طمأنوه وقالوا إنا رسل ربك ما تقلعش لن يصيبك شر وبشرناه بغلام عليم وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صفة الكرم صفة أصيلة في بيت إبراهيم وهي صفة في بيوت المسلمين انت باء وانت تعمل إيه مع الضيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وعلامة الكرم أولها لها صفات كثيرة لا يشترط أن يكون من اللحم لا يشترط أن يكون من الشيء الغالي إنما يكفي الكرم أن تبش في وجهه أن تستقبله مرحبا به أن تفرح بمجيئه أن تحسن مجلسه وتهيئ مقعده لأن هذا يدل على كرمك ثم أن تستقبله بسرعة بتهيئة الطعام ولا تسأله ماذا تأكل أو تشرب إلا إذا كانت تريد أن تكرمه عند كيت وكيت وكيت أيها أحب إليك أو آتي بالجميع وهو يتخير مما شاء كما فعل أبو الهيثب ابن التيهان مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعذخ فيه رتب وبسر وتمر وقال يا رسول الله قل تتخيروا من رتبه وتمره وبسره حتى أهيئ لكم الطعام يتخير من أصناف من الطعام وهذا هو الكرم وتراها في قصة إبراهيم بقي من قيمة الكرم مع إبراهيم في التربية الأسرية مع زوجة ابنه التي لم تعرف الكرم والتي عرفت الكرم أما زوجته سارة زوجته سارة كريمة ككرم إبراهيم ساعدته وعاونته على تهيئة الطعام للضيف والضيفان والمؤمن كريم والمنافق لئيم بخيل شحيح ومن يوقش حنفسه فأولئك هم المفلحون هم المفلحون وطبعا لو ضربنا أمثلة من حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكرم في البيوت مع المرأة رأيتم قصة سارة مع إبراهيم ورأيتم قصة زوجة هاجر زوجة جابر مع جابر بن عبد الله لما تقول رسول الله أعلم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفي الختام أستودعكم الملك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته